دكتور مجدي شفتك عايز تعلق على حاجة بيقولها الدكتور عفيف كنت عايزة أعلق هو كان بيقول هو قالها كويس جدا إن متخصصين زي ما حدثت قلت في جميع أمراض القلب من الأطفال اللي عمرهم يوم واحد أو أقل من شهر فدي عدد كبير جدا بيتعامل في أسوان يمكن ما بيتعملش في إنجلترا أو في أمريكا في المستشفيات الضخمة جدا ما بيتعملش في إنجلترا أو في أمريكا لأنه العدد الحالات المعقدة في أسوان أكتر يعني ممكن أنها تتعمل في يوم واحد ثلاثة أو أربعة عمليات معقدة جدا على أطفال صغيرة جدا ده ما بحدش بيشوفه وبعدين نوع الأمراض موجودة هناك كتير جدا ففي ناس بتيجي من أستراليا ومن أمريكا يجريك من أستراليا ومن أمريكا لما يعني إحنا تطمننا على مركز أسوان والعمليات في أسوان هل أنتوا جاهزين أن أنتوا يكون عندكوا نفس المستوى في المركز الجديد في القاهرة لأنها مش قضية مبنى هو مش يعني مش مبنى بأجهزة محترمة وإلى آخره أنا فهمت أنه طبعا أنه الدكتور مجدي لأن أنا عملت لقاءات كتيرة مع الدكتور مجدي قبل كده أنه جاب ناس أجانب قعدوا في المستشفى في أسوان ودربوا الناس وعلى ما الناس بقيت تاخد نفسه ويشتغلوا معا هل هتقدروا توصالوا لنفس مستوى في القاهرة أيضا لأنه وجود الأطباء والكفاءات دي محتاج وقت طبعا حضرتك يعني حطيت إيدك على بالبا أصعب حاجة في المنظومة الطبية اللي هو الفريق وكوادر الفريق زي ما دكتور وقل كان بيقول هي مش مجرد طبيب جراح شاطر بيعمل عملية أو دكتور بيعمل أسطرة أو بيقدم تشخيص لما فريق العناصر المختلفة بتاعته عناصر متميزة في عملها وكمان بيعرفوا يشتغلوا مع بعض ومش بالضرورة أن الاتنين ممكن يبقى ناس كويسة جدا بس ما عرفوش يشتغلوا مع بعض التيم ويك التيم ويك والتيم ويك ده في جزء منه كبير تدريب وفلسفة وحتى المبنى يبقى معمول بحيث أنه هو يؤهل لأن الناس تشتغل مع بعض علشان إحنا بنفكر في موضوع التوسع ده بأنه أكتر من ثلاث سنين ففيه بالفعل فيه خطوات بتتعامل علشان نقدر أن احنا على ما ييجي الوقت اللي احنا هنشتغل به في المبنى الجديد أو في المستشفى الجديدة يكون قدرنا أن احنا نربي كوادر تقدر أن هي تملة جزء مش قليل من طاقة التشغيل من الأول دي ففيه بروسس معمولة في الإقسام المختلفة لتكبير التيم بنفس الروح وبنفس الكفاءة اللي هي أنشئ بيها التيم الأولين طبعا ده مش أطباء بس أهم من كده أو يعني بنفس درجة الأهمية التمريد طبعا دكتور ماجدي إيه الجديد دلوقتي في جراحات القلب مش ممكن حقاك تبقى معايا ومعرفش إيه الجديد دلوقتي بيشيلوا إيه بغيره يعني نفسي ييجوا أنا عارف طبعا أن ده بقى موجود دلوقتي القلب الصناعي بس يعني أنه زراعة القلب يعني حاجات جديدة دي عشان أنا ما أسمي الناس اللي عاملات عملية فأنا عايز في حاجات عايز أرميها عضلة القلب المش جامدة أو نجيب عضلة جديدة يعني الحاجات دي فيه إيه جديد في عاملية القلب ده كلام مظبوط جداً لحضراتك قلت دلوقتي إن فيه ضعف عضلة القلب فيه أبحاث كتيرة بتطلع من أسوان وفيه ناس جايين عشان هيشتركوا مؤتمرات بهتتعامل في أسوان علشان نستعمل القلب الصناعي لتحسين عضلة القلب وندرس بالجزيئات إيه اللي بيحصل في عضلة القلب عشان الهبوط القلب والقلب المتضخم يرجع تاني